كنت أنت محضر شغل على أداء النادي الأهلي بشكل عام قبل ما نتكلم على أداء اللعيبة خاصة في وسط البناء صحيح، النهاردة مطش الأهلي وطلاع الجيش كانت مباراة بالنسبة لي مقسومة لجزئين الجزء الأول، الشوط الأول، الأهلي ما كانش جيد فيه خالص الشوط التاني، الأهلي كان كويس وظهر بشكل اعتيادي اللي احنا متعودين عليه على النادي الأهلي وعشان نفهم ليه ده حصل وناخد منه حاجات على مباراة بيرامدز اللي هي مباراة الأهم الفترة اللي جاية فلازم نفهم إيه هو سيستم النادي الأهلي مع مارسل كولر أو إيه هي الطريقة اللي الأهلي بيتعامل بيها مع كولر مارسل كولر قال أنا ما عنديش وقت تعمل أي حاجة لأن المطشاط مضغوطة وهو عنده حقف كده بس ده ما يمنعش أنه عنده هيكل سابت، سيستم سابت بيعتمد عليه من بداية الموسم لما نيجي نبدأ نعرض الحالات اللي أنا جايبها فلما هنبص على الحالة الأولانية اللي هو سيستم النادي الأهلي بشكل كامل هنلاقي بأنه دايما بيعتمد على طريقة اتنين، تلاتة، خمسة طيب نحط الحالات يا رجالة بالزبط هنا اتنين سنتر بكات عادي جدا هنلاقي بعدهم تلات لعيبة اللي هم لعب الارتكاز والاتنين الأظهرة اللي هم ناحية اليمين وناحية الشمال وقصادهم لما نكمل بقى اللقطة عادي جدا هتلاقي خمس لعيبة في الخط الأمامي الخمسة دول مارسل كولر هو مدرب متطور بيلعب كرة مع أهل كرة متطورة نفس الكرة الأوروبية بنفس الفكر الشكل ده اللي هو شكل الاثنين، تلاتة، خمسة المدربين الكبار في أوروبا بيلعبوا بيه بيعتمدوا على أنه هو بيكون فيه اتنين أجنحة فتحين الخط لما الكادر يكمل هتلاقي بأنه طاهر محمد طاهر نحية الخط نحية اليمين وحسين الشحات نحية الخط نحية الشمال في نفس الوقت الاثنين اللعيبة تمانيات اللي هما نصف الملعب إمام عشور وأكرم توفير اللي بدأ الجيم عمر السلية في الشوت التاني بيزقوا في المساحة اللي ما بين المهاجم والجناح وبيبقى فيه رأس حربة اللي هو كان مسام أبو علي هو ده سيستم النادي الأهلي وفيه اتنين سقطين تحت المهاجم آه بالضبط اللي هما نصف الملعب بيبقوا جنب المهاجم والجناح فهتلاقي فيه خمس لعيبة الخمسة دول مهمتهم إيه؟ إنه هما يعنوا له تفوق عدد على الخط الدفاع الرباعي بتاع الخصم هو عنده أربع مدافعين إحنا عندنا خمس لعيبة في التلت الأخير طيب ده سيستم النادي الأهلي السيستم العام بقى بيحصل فيه شوية خدع في النص كده من مرسل كولر من بداية الموسم لما نبدأ نخش على الحالات اللي بعدها الخدع ده معتمدة على لعيبة نص الملعب آه إحنا عندنا مروانة عطية وأكرم توفيق وإمام عشور وإمام عشور بالضبط أنا اللي أنا عايزهم هما الاتنين تمانيات اللي هما أكرم توفيق وإمام عشور لأنه هما بدأوا الجيم النهاردة كالعيبة رقم تمانية ناحية اليمين وناحية الشمال لما نيجي نبدأ نشوف الحالة دي التريك اللي بيعتمد عليها مرسل كولر هو إنه الجناح بتاع النادي الأهلي اللي هو أحمد عبدالقادر في اللقطة دي بيبدأ إنه هو يسقط لتحت عشان يشد معاه الظاهير بتاع الخصم في اللحظة اللي هو بيشد فيها الظاهير بتاع الخصم هتلاقي أكرم توفيق موجود في ظهره أكرم توفيق بيبدأ يجري في المساحة اللي في ظهر أحمد عبدالقادر عشان الكرة تتلعب له هي مش لقطة دين رجالة تقريبا تقريباً هي لقطة دي اللي كان فيها عبدالقادر أيوة ماشي هم بدأوا بحالات مروان عطية خلينا نشوف حالات مروان عطية الفكرة من مروان عطية إنه دايماً بيكون مراقب يعني إيه دايماً بيكون مراقب وده ده اللي خلان لدي الأهلي سيئ في الشرط الأول لأنه النادي الأهلي على ضغط من فريق طلاعي الجيش اللعيب دايماً اللي بيطلع بكرة لنادي الأهلي هو مروان عطية مروان عطية هو اللي بيستلم الكرة يطلع بها لقدام هو اللي بيطور الهجمة في النادي الأهلي فالخصوم عرفه ده فبقوا بيمسكه على طول مين مروان عطية فبص في الحالات دي هتلاقي ده ما مروان عطية ممسوك في اللقطة دي مروان عطية ممنوع أنك تلعب له الكرة هو أهم العيب للنادي الأهلي في عملية التدرج بالهجمة فاحنا دايماً بقينا بنمسكه وده بدأ يعمل مشاكل للأهلي كتير وفي مباراة بيرامتز ده أكيد هيحصل يعني في مباراة بيرامتز دايماً هنلاقي مروان عطية متراب يعني بص في اللقطة دي مروان عطية دايماً متراب دايماً هيكون فيه في مباراة بيرامتز لعيب ملاي مروان عطية لأنه هو اللعيب الأهم للنادي الأهلي على مستوى تطوير الهجمة يهرب إزاي منها مارس الكولر مارس الكولر بيهرب منها أنه هو بيساقط مروان عطية كلعيب تالت وراء عشان يبقى موجود وشه للملعب وإيئمة يسحب حد من نص الملعب هي دي بقى النقطة اللي احنا هنخش بعدها على اللعيبة التمانيات اللي في نص الملعب لما نيجي نبص على اللعيبة التمانيات اللي هالتريك اللي أنا كنت بقول لحضرتك عليها قالوا هي ايه بقى أنه أول لما الوينج بيبدأ يسقط لتحت عشان يشغل الفرقة ويطور من الهجمة بتلاقي بأنه بص أكرم توفيق هنا على طول بيجري في ظهره أول لما الوينج يستلم الكورة يسحب مع الظهير أكرم توفيق يجري في ظهره عشان يبدأ أن هو يستغل المساحة اللي في ظهر أحمد عبدالقادر اللي سبها له فدي لقطة الأولانية مرة تانية هنعيد على الحالات هنا أحمد عبدالقادر بيستلم الكورة أكرم توفيقه على طول بيجري في ظهره ليه عشان يستغل المساحة اللي سبها وفعلا الهجمة دي كملت وأكرم توفيق استلم فيها كورة بس كتطويلة شوية فدي الفكرة اللي بتحصل نحية الشمال نفس الفكرة بالضبط بتحصل مع إمام عشور النحية التانية وبرضو جايب لها حالات لما نبدأ نجري بقى بالحالات هنا برضو أحمد عبدالقادر بيبدأ يستلم الكورة هتلاقي على طول أكرم توفيق هو اللي واقف في ظهره برضو مرة كمان النحية التانية بقى ده بيحصل بس مع مين؟ مع إمام عشور والأهلي مع مارسل كولر فيه فرق كبير قوي ما بين الجنب اللي فيه أكرم توفيق والجنب اللي فيه إمام عشور ليه؟ لأن إمام عشور لما بياخد الاسبرينت في ظهر الجناح هو كورته مثل كورة إمام على عكس إمام عشور هو لعيب كوير قوي فلما بيستلم الكورة في ظهر المدافعين بيبقى باين وبيبقى فيه خطورة لنادي الأهلي اللاطة دي جاء منها الهدف الأولاني الركنية بتاعت مطش الترجي اللي رامي ربيع سجل فيها الهدف الكورة تلعبت إمام عشور جارب ظهر الباك حسين الشاحات لعبها له خدنا كورنر والأهلي قدر أن هو يسجل وصاد الترجي من خلالها هي دي اللاطة هنا الجناح بيبقى ساحب الظهير من اللي بيجري في ظهره إمام عشور إمام عشور بيحاول أن هو يستلم الكورة وبكده الأهلي بيقدر يوصل للتلتة الأخيرة النهاردة في مبارات تلاعي الجيش في الشرط الأول مروان عطية كان ممسوك فدي النقطة الأولانية النقطة التانية إمام عشور كان بيلعب نحية اليمين ودي حاجة مش معتادة شوية إمام عشور دايما بيلعب نحية الشمال فكان النادي الأهلي مضيع تقريبا 45 دقيقة بدون فعالية على المرمى مضيع 45 دقيقة بدون ما يكون فيه خطورة بدون ما يكون فيه فعالية لأنه مروان عطية ممسوك لأنه إمام عشور بيلعب نحية اليمين فالتريك اللي أنت بتعملها مش شغالة بشكل كويس طيب في الشرط التاني إيه اللي حصل عدل إيه بالتغييرات طبعا عمر السلية قضرة تبديلات عدل فيها كل حاجة أكرم توفيق كورتو مش أحسن حاجة صح؟ إذن أنا هجيب أكرم ارتكاز سحب مروان ونزل السلية فبقى السلية بيلعب نحية اليمين ومين كمان بيلعب نحية الشمال؟ إمام عشور الاتنين لعيبة عندهم إيه؟ عندهم كورة مين تاني؟ نزل حسين الشحات ليه نزل حسين الشحات؟ عشان هو الوينج اللي بيشغل الفئر بادر عبدالقادر بالضبط فالموضوع بقى أحسن ضيف على كده كمان أنه نزل عمر كمال فالنهاردة لما نيجي نبص على لقطة الهدف التاني اللي الأهل يسجل منها أنا عايز أكلم فيها عن حاجتين أولاً عمر كمال ثانياً وسهب وعلي ممكن بعد إذنكم رجال لهذا في التاني؟ ده دي دي اللقطة بتاعت الهدف النهاردة عمر كمال بيقوم بالدور بالضعب أهو اللعب الارتكاز ما كانش قادر يقوم به لأنه ممسوك النهاردة المشكلة اللي كانت عند الأهل في الشرط الأول إن اللعب الارتكاز دايماً مترائب الحل اللي كان موجود عنده عمر كمال هو اللي بيعمل بناء الهجمة ده ما كانش قادر يعمله محمد هاني في الشرط الأول وعمل الأسست ولا أروع لوسام ده بالنسبة لعمر كمال تعال بقى نبص على وسام لأن ده قصة تانية وحددتة تانية طب قبل ما نروح لوسام أحمد عبدالقادر إيه اللي تغير مؤخراً في الأداء بتاعه يعني إحنا كنا بنشوف أحمد عبدالقادر يعني ما كانش المفضل لدى المدير الفني يعني إيه اللي تغير في أداءه وخلى مقنع بطريقة أو بخرى بدرجة أو بخرى لمارس الكولر مارس الكولر من المدربين وهو طلع قال كده في لقاء من اللقاءات أنه هو ما عندهش مشاكل مع أي لعيب أنا المقياس بالنسبة لي هو أنك تكتهد وتنزل في التمرين تموت نفسك في التمرين هتعمل كده هتلعب مش هتعمل كده مش هتلعب ده اللي قاله نصاً مارس الكولر حتى لو في مشكلة بيني وبينك سابقة أنا المشكلة بمجرد ما بتخلص أنا بالنسبة لي مضوع يعني مشكلة في التمرين مش مشكلة أداء في المرعب لا هو قال أنه أحمد عبدالقادر كان فيه مشكلة نوعاً ما كان بيداقي أنهما بيشاركش كان بيداقي أنهما بيلعبش وحصلت وقتها المشكلة الشهيرة اللي تعرضت بعدها لما أحمد عبدالقادر تعامل مع مارس الكولر بطريقة غير لائقة شوية ولكن بعدها بمجرد ما المشكلة انتهت جاء مارس الكولر جاء أحمد عبدالقادر ولعب مباراة كانت صعبة جداً وصوت مازينبي لو حضرك فاكر كانت مباراة في سيمي فاينل أفريقيا ومباراة وقد أحمد بشكل كويس فأنا بالنسبة لي مارس الكولر هو رجل يضع النظام هتلعب وهتتمرم بشكل كويس هتكون موجود حتى لو أنت أصلاً ما كنتش بتلعب زي مثلاً خالد عبدالفتاح بقاله فترة بيشارك في مركز الظاهر الليمين آخر مطشين كذلك طهر محمد طهر فالموضوع عند الرجل ده هو اجتهاد وتمرين ودي حاجة كلعيبة هيكونوا مرتاحين فيها أكيد طيب